موسيقى ازايا يا جماعة واهلا بكم في فيديو جديد النهاردة معنا مراجعة موبايل عملاق من عملقة الفعل الاقتصادية الموبايل اللي أنا لحد دلوقتي لسه مش مستوعب ازاي هو ب 2600 جنيه بس موبايل الامكانيات اللي فيه اللي هنقولها دلوقتي كنا من سنة فاتت بنشوفها على موبايلات ب5000 جنيه ان هي تنزل برنج 2600 جنيه فادية حاجة جمدة جدا النهاردة معنا ريلمي 5 بس مش هو بس اللي بيقدم قيمة ممتازة جدا مقابل الساعة احنا معنا كمان الريدمي نوت 8 بيقدم برضو قيمة ممتازة مقابل الساعة عملنا ريفيو للريدمي نوت 8 موجود على القناة ممكن تخدش تشوفه وكمان بعد ما نخلص الريفيو بتاع الموبايل ده الفيديو الجاي هيبقى مقارنة بين الريدمي نوت 8 والريدمي 5 علشان تعرف ايه الموبايل المناسب لإحتياجاتك علشان كده انزل اشتريك في القناة علشان ما يفتكش الفيديو الجاي بتاع المقارنة بينه تعرف انا اتكلم عن الموبايل ونعرف ليه انا لحد دلوقتي لسه مش مستوعب ان اجيه يوم من الايام ينزل في موبايل بالمواصفات ديت وبرنجي 1600 جنيه بس لو تفتكروا من سنة فاتت تقريبا علشان نشتري موبايل في نفس الفئة السعرية ده كنا بنقدم تنازلات كتير قوي ان الموبايل مثلا بيباطيق الموبايل شكله مش حلوة قوي ولكن الموضوع مختلف تماما الموبايل تعال النهاردة بيجي بشكل جميل وشيك جدا الموبايل بيجي بضعر من البوليكربونات او البلاستيكου ولكن شكله جذاب جدا كده بيديك انطباعة بالشياكة والم Scriptures كما الموبايل مع الشمس بيديك كده نعكاسات مع الكريستالات اللي معمولة فى الظهر بتاعه مشكلها شيك جدا بغض النظر ان الموبايات اللي تيجى بضعر الآزاز بيكون شكلها شيك جدا ولكن في ناس ما بتحب ش الظهر الآزاز علشان لو قا necessitate قت يكسر مهما واقع. هي ميزة وعيد في نفس الوقت. ولكن في الفئة السعرية ديت الشكل ده يعتبر ممتاز ومقبول جدا. انت بتاخد شكل مقبول جدا ومش مقدم تنازل في شكل الموبايل علشان السعر قليل نسبية. كمان الشاشة بتاعة الموبايل ده بتيجي بحجم ستة ونص انش. الشاشة كبيرة فعلا انا بتديك تجربة مشاهدة فيديوهات كويسة جدا. ولكن الشاشة بتيجي برزيليوشن 720 HD مش 1080 HD بلس. يعني يعتبر الحاجة دي غير مقبولة واحنا باخر كده 2019 وداخلنا على 2020. ولكن بالنسبة للفئة السعرية اللي الموبايل فيها. يعتبر مقبولة نوعا ما ان انا استخدم شاشة 720 HD. انت صعب جدا ان انت تحس بقى ان الشاشة مش حلوة علشان البيكسلات فيها قليلة. لأ انت وانت بتتفرج هتلاقي شاشة الوانها كويسة جدا والشاشة شارب جدا وما فياش اي مشاكل معاك ومش هتلاحز ان الشاشة فيها بيكسلات الا لو قربت او من الشاشة او حطيت موبايل تاني جنبها شاشة تاعته Full HD. لكن انت في الوضع العادي مش هتقابلك اي مشاكل مع الشاش وهتبقى مستمتع وانت بتتفرج على فيديوهات او انت بتلعب بها. لان الموبايل بتاع النهاردة بيجي بمعالج سناب دراجون 665 مع 3 جيجا بايت رام او 4 جيجا بايت رام ودكارة عشوائي بتبدأ من 64 جيجا لحد 128 جيجا. اجمل النسخة فيه معجبتني بصراحة النسخة 3 جيجا بايت رام و 64 جيجا زاكرة تخزين ب 2600 جنيه مع سناب دراجون 365 تعتبر صفقة ممتازة جدا. وعلى فكرة من 3 جيجا بايت رام ل4 جيجا بايت رام الموض بايت رام لان زاكرة تخزين بتاعتها 64 جيجا ودي حاجة كويسة جدا. الموبايل بيجي باندرويد باي مع وجهة color os6 اللي هي وجهة اوبول اللي احنا كلنا عارفين ان هي وجهة ممتازة جدا ومشاكلة بشكل كويس جدا كل حاجة كده مع النظام. مش هتحس باي مشاكل خالص وانت بتستخدم الموبايل او بتفتح الابليكيشن او بتخرم الابليكيشن او بتنقل ما بينهم الموضوع يبشغل معك بكل سلاسة وبكل سرعة ومش هتقابلك اي مشكلة في الاداء خالص ولا هتقدم اي تنازل في الاداء علشان الفئة السرعة اللي موبايل فيها. يعني زي ما قلت لكم اداء الموبايل زي اداء موبايلات كانت بخمس تلاب جنيه من سنة او سنة ونص تقريبا. طيب بالنسبة الاداء بقى في العلعاب. الاداء في العلعاب هنا يعتبر شغال بشكل كويس جدا. بالنسبة اللعبة زي كولف ديوتي شغالة معي على اعلى ادادات اللي هي فيري هاي. ولعبة شغالة بشكل كويس جدا. ما فيش تقطيع في الفرمات او اي حاجة هتلعب. ولعبة تبقى شغالة بشكل ط كويس جدا. انا تبقى شغالة كده 30 او 40 فريم. ولكن لو حبيت زود الفرمات واللعاب تبقى اسلس معاك هتقلل الجرافيك شوية. بالنسبة بقى اللعبة ببوب جي فانا لقيت نفس المشكلة اللي كانت موجودة بشاومي ميوت ايت. اللي هي ان اللعبة نفسها مش موجود فيها غير بلانسد وميديم. فبضطر ان انا اعملها على سموز علشان اقدر ارفع الفرمات اللي هوي علشان اللعبة تشتغل معي بشكل اسلس واسرع. لان لما بعملها على بلانسد وميديم اللعبة وتبقاش شغالة معي بشكل سلس. لأداءها هيبقى مقبول ولكن مش بنفس السرعة كده والفرمات اللي شغالة بيها على الوضع اللي احنا بنلعب بيه دلوقتي. هتلاحظ ان اللعبة شغالة معك بشكل كويس جدا. مفيش اي تقطيع في الفرمات وانت بتلعب وانت بتجري مفيش اي مشاكل خالص هتقابلك ولا اي حاجة. يعني اللعبة شغالة هنا بشكل فوق المنتز بصراحة بالنسبة للتاقة السعرية اللي الموبايل فيها. بالنسبة بقى لسوط الموبايل فالموبايل دو تعتبر صوت سماعة المكالمات فيه شغالة بشكل كويس جدا هتبقى سامعة برضو في الدوشة والدنيا شغالة معك تمام ومش هيابلك معها اي مشكلة. والصوت المايك كمان بتاعها كويس اللي انت بتكلمها هيبقى سامعة برضو مش هيواجه اي مشكلة في صوتك لان بشكل كويس جدا هنا. سماعة السبيكر بقى كويسة الى حد ما ولكن صوتها كده لما بتعلي على الاخر تحسن الطبقات كده بدأت تخش في بعضها والصوت ما بقاش نقل ولكن هي صوتها يعتبر عالي نسبيا بس بالنسبة للفئة السعرية اللي الم مو بيها مقدرش اقول انه سماعة السبيكر وحشه لا شغاله بشكل كويس جدا ما فتحاش اي مشكلة لو الموبايل سعره كده. اصلا لو اتقارنت ب اي سماعات موبايل في الفئة السعرية ديت قبل كده لا هي تكسب هي احسن من اي سماعة موبايل كانت موجودة في فئة السعرية ديت قبل كده. الحاجة اللي بعد كده بقى وده حاجة مهمة جدا بالنسبة لمعظم الناس وهي الكاميرات. الموبايل بيجي بخمس كاميرات. اربع كاميرات في الظهر وكاميرا امامية. الكاميرا ال بتيجى بدقة 12 ميجا بيكسل وكاميرا translate 8 ميجا بيكسلي وكاميرا اثنين ميجا بيكسل لقياس العمق بتاع المعتبر PATRE sunny chain وكمان كاميرا الماكرو اللي بتصور الحاجات من زاوية ريبة جدا بتيجى بدقة 2 ميجا بيكسل وكمان عندنا الكاميرا الأمامية اللي بتيجي بدقة 13 ميجا بيكسل طب احنا عايزين نعرف اداء الكاميرات دي طبعا لان انتم عارفين ان الارقام ماتفريقش معايا خالص إلا ما ي große T 금방 على réscenes الجميع بالنسبة للتصوير بالكاميرا الأساسية والكاميرا ال répondre فالكاميراتين شغلين بشكل جيد وي譬bear صور الشار بنسلةها عالية والألوانraftها مضبوطة ومثلت الديناميك Jinx وهنا أikteه لم يجتلك لتصوير الأشخاص والصور غير جيدة كما الجميع للكاميرا ال tribes بالنسبة للتصوير الأشخاص في الناميرا الأساسية والجميع باللوان sitcom تقم تقم ب deeply يليه للكاميرا الالترا وايت في الديناميك رينج لو تلاحظوا رونو السماء فيها مظبوط عن الكاميرا الاساسية بالنسبة بالتصوير البروتري فالعزل شغال بشكل كويس جدا والأخطاء تعتبر قليلة جدا التصوير بقى بالكاميرا الامامية شغال بشكل كويس جدا الصورة بتطلع الوانها مظبوطة وشرب وكمان الديناميك رينج بتاعها مظبوط بالنسبة بالتصوير الفيديو بالكاميرا الاساسية فشغال بشكل كويس جدا الصورة شرب والألوان بتاعتها مظبوطة والديناميك رينج يعتبر شغال كويس إلى حد ما أما بعد تصوير بالكاميرا الأمامية فيعتبر شغال بشكل كويس جدا من حيث الشرب نسكدة وجودة الصورة والألوان كمان مظبوطة ولكن الديناميك رينج هو اللي مش مظبوط قوي لو تلاحظوا لون السماء ورايا بيميل قوي لللون الأبيض لو راحنا بعد التصوير بالليل فالكاميرات هنا ديتني أداء ممتاز بالنسبة للفئة السعرية للموبايل فيها وصوصا لما شغلت النهية مود الصورة الجودة بتاعتها والألوان بتاعتها اتزبطوا أكتر بطير أما الألترا وايد فشغالة بشكل كويس جدا والجودة بتاعتها ما بتقلش كتير عن الكاميرا الأساسية حتى في أوضاع الإضاءة المنخفضة لو راحنا بالتصوير الأشخاص بالليل فنلاقيه برضو شغال بشكل كويس جدا والصورة برضو إضاءاتها حلوة والشاربنس بتاعها كويس والألوان بتاعتها مظبوطة وكمان الكاميرا الأمامية شغالة بشكل كويس جدا في أوضاع الإضاءة المنخفضة ويتطلع الصورة كده منوارة ووضحة والنويفي فيها قليل لذا رحنا بقى لتصور الفيديو في أوضاع الإضاءة المنخفضة فهنلاحظ أن الكاميرا الأساسية شغالة بشكل كويس جدا ومفيهاش أي مشاكل أما الكاميرا الأمامية شغالة ب trênها بشكل كويس من حيث كل حاجة ولكن في بعض النويفي في الصورة فصراحة أداء الكاميرات يعتبر شغال بشكل كويس جدا بالنسبة للفئة السعرية الموبايل فيها طب بالنسبة بالوسائل الحمال في الموبايل ده فالموبايل ده بيجي ببصمة في الظهر ويعتبر برضو أداءها شغال بشكل كويس جدا يعني مش هتأخر معاك ولا أي حاجة بالنسبة بقى الحاجة اللي احنا لازم نتكلم عليها في الفيديوهات بتاعتنا لأن احنا تخصص القناة بتاعنا أصلا من زمان هي النيتورك والإنترنت والشبكات والحاجات دي فهنا لما دخلنا مجال الموبايلات مش هنقدر نفوت حاجة زاي الشبكة والواي فاي منتكلمش عليها في آداء الموبايل فالموبايل هنا أنا رازم BrazilMobileش جدا على معايير أنحطتها 올شان تستبيعها الشبكى لأي موبايل واعتبر الموبايل شغال بشكل كويس جدا مش هيواجهك معها أي مشاكل في الشبكة مش هقول فالموبايل الشبكه اقوى شبكة في الدنيا ولكن هزيه 5 جيجي هيرتز اللي بنستخدمه لما نكون عندنا سرعة انترنت عالية بقى مع الديها الميت ميجا ففي الحالة دي انت بتشتري راوتر بيدعم الخامسة جيجي هيرتز عشان يوصل لك السرعة الميت ميجا على الواي فايل فالدول باند ان احنا بينا نشوفه على موبايلات زي دية في الفئة السعرية دية دية حاجة انا مستغربها وحاجة ممتازة جدا من سنتين تقريبا ما كناش منشوف الدول باند والخامسة جيجي هيرتز دية اللي على الموبايلات الفلاكشب بس نيجي بقى النقطة من النقطة الكوة اللي عجبتني جدا في الموبايل دوت وهو ان بطاريته 5000 ميلي امبير انا مش هقول لك ان ديهت حاجة جمدة جدا علشان الفئة السعرية دية،لا دي حاجة جمدة جدا في أي موبايل احنا يعني قليل قول asking forенная بطاريت موبايل باتركة 5000 ميلي امبير مبالك بقى ايها النزد في الفئة السعرية دوا فدى حاجة جمدة جدا و עם بطاريت الموبايل دوت يعني في تجربة الاستخدام ستوبد معاك يومين يومين حرفياً لو استخدمك على الموبايل المتوسط انت هتحتاج شحن الموبايل مرة بس كل يومين لو استخدمك تهيل بقى وبتلعب جيمز وبتشغل الداتا وبتخرج وبتعلي البرايتنس على الآخر ممكن تقعد معك يوم ونص لكن يعني صعب جداً انت تتخلصها في نفس اليوم ولكن الحلو ما بيكملش الموبايل معهو الشحن سريع في العلبة وما بيتعامش الشحن السريع وأصلاً جاي بمايكرو اس بي مش طيب سي فدقات حاجة برضو يعني يعتبر وحشة نسبياً لأن بطارية خمس تلاف ميلي أمبيري ازاي هنشحنها من غير شحن سريع الموبايل بيقعد من ثلاث لثلاث ساعات ونص تقريباً على الشحن يعني انت مودمكش اساساً مجال ان انت تشحن الموبايل إلا وانت نايم صعب جداً خلاص يا عمي يعني انت مودمكش مجال اصلاً انت تشحن الموبايل إلا وانت نايم ما ينفعش تقعد كده مستني ثلاث ساعات ونص على ما الموبايل يشحن طب الخلاصة بقى اشتري الموبايل دا ولا ما اشترهوش بصراحة الموبايل دا هو ريدمي نوت 8 بيقدمه قفطة قيمة مقابل الفئة السعرية اللي هم فيها وملهمش منافس اصلاً ان انت تدور عليه شاشة 6.5 انش بطارية 5000 ميلي أمبير كاميرات تعتبر كويسة جداً بالنسبة لفئة السعرية ديت فروح حتى الموبايل دا على طول هيشتغل معك بشكل كويس جداً وهيقضي احتياجاتك ومش يقابلك معه اي مشاكل بالنسبة لعيب الموبايل اللي انا مش عايز اقول عليها عيوب لان برضو الفئة السعرية للموبايل فيها ما تسمحش ان احنا نقول على الحاجات ديت عيوب ولكن برضو لازم نقولها العيب الاولاني ان الموبايل بيجي بضهر من البلاستيك مش من الازاز في ظل وجود منافس بيجي بضهر من الازاز العيب التاني ان الشاشة بتاعت الموبايل بتيجي بـ 720 بس مش بتيجي بـ 1080 والعيب التالت عدم موجود شحن سريع في الموبايل وانه بيجي بـ Micro USB مش Type-C انا مقدرش اقول على ذات عيوب بالنسبة للفاسع للموبايل فيها ولكن عشان انا شفت المميزات والحاجات ديت في موبايل تاني منافس فانا كنت اتمنى ان هي يكون موجودة هنا ولكن الريلمي 5 بيقدم مميزات مش موجودة برضو في المنافس القوي بتاعه اللي هو الريدمي نوت 8 عشان كده لازم تستنى فيديو المقارنة اللي هنعملها بينهم عشان تعرف ايه الموبايل المناسب لإحتياجاتك اكتر وتشتري وكده احنا خلصنا تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتنزور تشتركوا في القناة وتابعونا على فيسبوك وإنستجرام علشان يوصلكوا كل جديد شكرا ليكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى اللقاء في فيديو جديد سلام اشتركوا في القناة